بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله لاب الحلوين يلا بنا النهار ده نعمل الجبنة المطبوخة بممطططها الجميلة سهلة وبسيطة وسريعة الحشوة السامبوسة أو البريكة التركي أو الجلاش شايفين بقى الجمال حاجة كده باشا والطعم طحفة جدا كنت أول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وعمل لايك للفيديو عشان لك القناة تكبر بكو يا حلوين أنا معاي هنا معلقتين كبار من الزبدة أو السمنة معلقتين كبار من الدقيق أنا حمصهم كويس جدا وبعد ده كده لما تخلصت شيء مرح تديق أو تأكد اللي هو تحمص معاك تماما معايا كوب كده من اللبن هنزل عليه واحدة واحدة كده عشان اديق معايا ما يعملش تكتلات ودي كده رشة من الملح خفيفة على النور هادية بقى كده بالاسباتولة أو بالمعلقة بتاعتي أو بالمضرب براحتك خالص أهم حاجة الخليط بتاعي ما يعملش معايا تكتلات ويبقى نعم كده وزي ما انت شايفة بالطريقة دي سهلة وبسيطة ما بتاخدش معانا اكتر من دقتين اتنين وبعد كده يكون معايا اي نوع جبنة المزرلة انت حباه يتنفع هنا عكاوي حلوم اي حاجة انت حبها اول متاحة عندك هتسح معايا وقلبها كده واحدة واحدة لما تفك معايا طبعا الجبنة بتاعتني ما بتكونش خالص خارجة من الفريزر بكون تطلعها قبلها بشوية كتار كده لما تكون بردة معايا خالص بدرجة حرارة الغرفة ما تكونش معايا متلجة عشان كمان تديني مطة معايا كده مع علاقة من حبة البركة لو مش حبها خلاص براحتك خالص الموضوع كده سهل وبسيط قوي وكده تمام معايا لو انت الموضوع معاك كده ما عملش كده المطة معاك اللي انت شايفها دي تقدر اللي انت تخفيفيه كده بمعلاقة من اللبن لما يديك المطة الامر اللي انت شايفها دي سهلة وبسيطة جربوها وان شاء الله تعجبكم كنت معكم فرح خطاب ياراب تكونوا الطلاب تحت اجابتكم ما تنسيش بقى تدعميني بلايك وشالوا فيديو مع اصحابك عشان الكنانات الكبير بوكي حلوين جربوها وكل هنا مقدما السلام عليكم